هو شوف هي قصة الاحتماء بألاف أو عشرات الألاف من المدنيين مسألة صعبة مثل ما يحدث الآن في الموصل حوالي 6000 داعشي منخرطين في وسط ممكن 2 أو 3 مليون مواطن شو صعب صعب جداً داخل الآن حتى القصف كل دنيا على المحور الشرقي بحيث أن أقل سكان وكذا يضرب هناك موصل بداية عملية صفحة صفحة تليين الهدف ما تقدرش تقصف بالصعب جداً بس أنا السؤالي مو على الموصل اليوم يوم تكون داعش تنقلاتهم وأمريكا كانت من أقدم الدول اللي كانت تقصف يومياً الدواعش تطلع أتوانيت تيوت تحديث من الردقة إلى الموصل وتصل إلى العرق بغياب القوات الأمريكية والطائرات الأمريكية شو هالقصة؟ والقصة النفط اللي كانت داعش تمول منا نشاطها كل السنين الماضية كلها بالكامل النفط اللي يباع أصلاً في تركيا كانت تشتري تركيا نه النفط يباعه وعارفين التجار وموجودة أسماءهم وحساباتهم وووو ليبيا كانت تستلم داعش شهرياً ستة مليون دولار من من تركيا تأكيد ستة مليون؟ تنزل في حساب في مدينة مصراتة من سوريا؟ نعم يباع النفط في سوريا تحصل في ليبيا؟ هذه حصة ليبيا من ميزانية الخليفة رضو الله عليه بغداد أمير المؤمنين نعم ستة مليون دولار شهرياً نصيب إمارة ليبيا في دولة الخلافة الداعشية الأموال تستلم في تركيا مدينة معينة محددة هناك يعني قريبة بالحدود وبشكل لهم في حساب موجود في مصراتة لشخص معين ليبي يحول في المبالغ هناك وبعدها تروح تدخل لداعش فترة طويلة بطريقة دية إزاي